أول حاجة يعني أشكر ربنا وأشكر السيد الرئيس على الضفرة اللي عاملها في البلد واللي أنا شايفه قدامي وأنا كان عندي بيت بالطوب الني كان فيه قطين بحمامهم وجاتني حياة كريمة وطلت عالبيت ودخلوا البيت لوني قاعد فقطين والبيت كان في المطرة بتاعت السنة اللي فاتت كان فيه حد بطول البيت الحطة وقعت الحطة لما وقعت البيت الكشف الكشف خالص الحمام كان اللي يخش الحمام الجار اللي جنبي كشف في الحمام فلما جات حياة كريمة وقالتلي حاجة عميدة احنا شوفنا البيت والبيت كده نزمه ما ينفعش وهيقع عليك كله وإحنا هنبني لك البيت أنا مش مصدق هكونت مش مصدق إطلاقا فلما جم حياة كريمة وخدوا البيت وبدأوا في البيت شغل لغاية ما بدأوا في البيت شغل أنا برضو مش مصدق إن بيت هيبقى بيت البيت اللي أنا عايز والبيت اللي في دماغي فجموا وخدوا البيت وبدأوا فيه شوق مباني وصبخ رصانة وتشتيب لوكس سراميكو كله وشطبوا البيت وبقى البيت عشرة على عشرة البيت اللي أنا عايزه والبيت اللي أهل باته عايزين وكانوا بيتمنوا فشطبوا البيت وجهي السيد المحافظ محافظ الفيوم جاء سلمني البيت وعطاني المفتاح وقال لي مفتاحك أهو دخلت البيت بقى لقيت قضة نوم وقضة أطفال وقضة أنت ريه وحاجة حلوة خالص قاعد في البيت أنه أسرتي أربع أفراد أنا أستي بتاعتي وعيلين ومعي بنت بس مجوزها حياتي الأول كانت شأنه ودلوقتي بقت شأنه خالص يعني أنا الأول وانت بتمنى أن أنا أبني بيت بس ما كانش معايا أن أنا أبني ما كانش معايا إطلاقاً يعني شغلي يوم بيوم أنت عارف الفلاحة شغلي يوم بيوم والمصاريف تقيلة ويام دو واللي أنا بشوفه في البلد يعني اللي بيحصل في البلد بحاجة حلوة خالص ما شوفناهش قبل كده أنا على الطفرة اللي عملها الريس كنت حاطت في دماغي إن هيجي في يوم إن في حاجة هتحصل عندي وكنت يعني كنت مستنظرة على الطفرة اللي عملها الريس في البلد والحاجات الإنجازات اللي عملها من يوم ما جانا وشوفناه كانت تدل إنه هيجي هيجي القرى وهينزل وهنشوفه وهيبنيننا وهيشوف ويشوف حالتنا عاملة آية وده فعلاً اللي حصل أنا راجل اللي عندي خمسة واربعين سنة سبعة واربعين سنة أو تمانية واربعين سنة لو قعدت تمانية واربعين قد التمانية واربعين ما كنتش أعمل بيت زي ده الحقيقة لأنه ما يعني أنا دخلي على قدي لما كنت رو عند صاحبي وانت خش عنده قعده تضيفها محترمة ويعزمني وأشرب عنده الشاي وأكل عنده لقمة وكده كنت أتحرج إن أنا أقول له تعال عندي من إيه بقى؟ بيتي كان قطين وعلى الطراب زي ما أنت شايف كان كده عالطراب زي ما أنت شايف يعني الطراب اللي إحنا وقفين عليه ده كان بيتي كان زمد الطريق كده مية بقى ماشي جاية من تحت الأرض يعني كل حاجة كل حاجة كنت عندي لا مطبخ ولا حمام نظيف ويعني أنت حضرتك هتخش جوه تشوف النظام تغير خالص يعني مطبخ نظيف حمام نظيف بدل حمام اتنين فقارب وقت ممكن أبني شقل ابني فوق ابني عنده 21 سنة وانت بقول يا رب تبدده أبني له فين ولا أعمل إيه ولا أجيب له منيه فدلوقتي ابني عنده واحد وانشين سنة ممكن يشتغل ممكن يجيب له مثلا ألف جنب في الشهر ألف ونص في الشهر أجبهم طوبة ابن له شقة فوق كده تمشي فكده هتمشي الأول ما كانتش هتمشي معايا إطلاقا أقول للرئيس ألف ألف شكرا على اللي أنت بتعمله مع أهل القرى بالزاد لأن أهل القرى يعني كانوا كانوا في مكانة مع لمبالة ربنا ودلوقتي انت خلتهم في مكان علي خالص خالص وإن شاء الله مصر مصر في خير لحد تيوم القيامة والله حياة كريمة غيرت غيرت حياتي رأسا على عقب وحياة كريمة اللي عملته معايا أنا أنا الغاية دلوقتي أكن في حل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر